بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه استكمالاً لمكانة المرأة في الإسلام نعيش هذا اللقاء المرأة في الإسلام أنصفها النص الشرعي من قرآن ومن سنة وأوضحنا كيف كان ذلك في حكاية بدء الخلق وهي حكاية تؤسس للعلاقة بين الرجل والمرأة وأن المساواة أمر لا بد منه وأن هذه المساواة في أصل التكليف وفي الحقوق وفي الواجبات حتى لو اختلفت الهيئات واختلفت الأدوار واختلفت المراكز القانونية واختلفت الخصائص والوظائف ولكن المرأة في الإسلام صارت وراء الكفاءة لم يحرم الإسلام في تاريخه عمل المرأة فخرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب تولت المرأة السلطنة والرياسة والملك ولما قمنا ببحث في هذا المقام وجدنا نحو تسعين امرأة تولت رئاسة الدولة باختلاف أسمائها الأميرة السلطانة خانوم هانم ملكة تسعين للأسف حتى في منايج تعليمنا لا يذكرون ولا واحدة قد يذكرون شجرة الدور باعتبار أنه شارع يعني في الزمالك ولا كذا ولكن هناك تسعون امرأة تولت الحكم عايزين نسمع الأسئلة زي ما جرت العادة تفضلي